ايه كمان يا حول؟ عندنا ممكن مثلا نتكلم النهاردة على الكريم فؤاد يعني عاوز اقولك ان كريم فؤاد يعني النهاردة ممكن نقول الماكنا بدأ اتطلع وماشي في ناحية الشمال في ناحية الشمال كان فيه فرق كبير قوي من بعد اصابة علي معلول واي حد بيقوم بأدوار الباكليفت بما فيهم كريم فؤاد كم العرضيات قليل كمت دخولت جهة بس النهاردة واضح ان كريم فؤاد بيتمرد لوحده كتير او ما تحت شراف مارس الكولر ان راجل دايما يلعب على رجل تاني معانا بعض اللقطات لكريم فؤاد يواريك ازاي راجل كان عنده نزعة هجومية كبيرة جدا النهاردة مع النادي الاهلي طبعا زي ما انت شايف هنا كرة بص كريم فؤاد على طول اول ما النادي الاهلي بياخده الكرة بس عاوزك تبص على حسيني الشاحات عشان ده شيء مهم جدا بيحصل دايما من السنة اللي فات حسيني الشاحات بص اول ما خد اول ما دخل جوه فتح المساح المين وبره كريم فؤاد وكريم بيشاور وراه هو كمان بالزبط كده هتتلاعب الكرة نكمل بقى الكرة اهي مرة انا اعطيها عطول لعب الكرة البعيدة هيستلم هنا كريم فؤاد والمهم عندي دي ان الراجل دايما عنده الحل اللي موجود اشوى الايمن عنده حل انه بيخش على رجليه العكسية وبيخش يشوت نشوف الكرة اللي بعدها نفس الكلام الكرة هنا تقطع من النادي طلاعي الجيش اول ما تقطعت عاوزك تبص على كريم فؤاد السرعة اللي عنده يقدر يزبق اي حد وهقولك بقى كريم الميزة هنا ايه لحظة بس صقف انت عارفة كريم الباك هنا عشان عنده معلومة ان الراجل دا مش هشول فعاوز يعمل ايه عاوز يطلعه برا برا لبرا لبرا يعني عاوز يطلعه برا على الخط علشان هو مش هشول فسيبه ويطلع مش عاوز يعمل اوفر الجديد بقى ان الراجل لأ بيزقه وبيعدي نكمل الكرة اما هنا كريم فؤاد هيخدش وهيزق البرا ما عندهش اي مشاكل وحاول يلعب الاوفر ولعب الاوفر ولكن الراجل عمل علي بلوك كرة اللي بعدها نفس الكلام برضو كريم فؤاد النهاردة كان لعب واحدة من اجمل مباراته كباكليفت نفس الكلام بيتحرك هنا طائر محمد طائر هتتلعب له كرة مين بقى جاي من بعيد كريم فؤاد هتتلعب له كرة وهنا اللي بكلمك عليها كريم الحل دايما موجود عند الراجل تزديدة رائعة من كريم فؤاد دايما الراجل عنده خطورة جدا من ناحية الشمال اخر بقى كرة اللي هوريها لك ودي كانت كرة مهمة جدا نكمل الكرة اول ما هنا تقطعت بأسلاحظة بس نرجع قبل ما هي توصل لعيب طلاع الجيش اللي هي بالوانتو الراجل مش بس بيهاجم الراجل بيدفع كويس جدا جدا حتى لو على رجل العكسية اول نمشي بقى الكرة اول ما الكرة اتقطع مين اللي هناك عنده نص الدائرة ده اللي جنبه اكرم توفيق اللي بيجري ورا لعيب طلاع الجيش ده كريم فؤاد اول ما الكرة اتقطع نكمل الكرة الكرة اول ما ياخدها نادي طلاع الجيش الراجل سابق والراجل سريع وهيلعب الباص على طول الراجل بتاع طب بس كريم فؤاد فضل وراه لحد ما الكرة طلعت برا والهجم بالزبط والهجمة بقى الاخيرة عشان اوريق مدى تأثير كريم فؤاد كباك الكرة اللي احرز منها عمر السلوية الهدف بص يا كريم هنا نفس الكلام الراجل خد الكرة دخل جوه عمق الملعب وامعامل الاوفر اللي جاي منه الهدف التاني للنادي الاهلي اذا انت بتتكلم ان انت تقدر تقول بقى فيه نص بديل لعلي معلول لان علي معلول ماهما يحصل ملك الحلول ومعشوق حب الجميل النادي لالك الله ونتمنى له الف سلامة دايما